من أربيل تنضم إلينا أفين حسين العيدة من الحدود البيلاروسية مرحبا بك سيدة أفين وأسأل عن المدة التي كنت فيها هناك وكيف يوصف الوضع بين بيلاروسيا وبولندا أهلا أستاذ حسين أهلا وسهلا طبعا الوضع كان كل الصعب الصراحة لأنه احنا متوقعنا لطريقة كان بهالصعوبة أنا لو عرف أنه طريقتي كل الصعب ما كانت أجازف لا بنفسي ولا بعائلتي صراحة انخدعت من قبل المهربين أنه طلعنا من أقليم كردستان وسافرنا على إسطنبول ومن أسطنبول بعدين سافرنا على بيلاروسيا بقينا يومين بيلاروسيا وبعدين طلعنا على الحدود البيلاروسية بقينا خمس أيام لحد معبرنا حدود البيلاروسيا وصلنا على أراضي البولندية وحد عساكر البولندية شافونا ورجعونا مرة ثانية على حدود بيلاروسيا في الحالة احنا طلبنا من الجيش البيلاروسي أنه نرجع على المينسك لأنه صراحة بنتي حيل تعبت قلت لهم أريد أرجع لأنه بنتي حيل تعبت ورجع لحيل أذتها الجيش البيلاروسي قال ماكو رجوع للمينسك يا تعبرون حدود بولندو تروحون أو ماكو رجوع للمينسك ماكو أو تموتون هنا بأراضيكم فإحنا نجبرنا سعدنا سيارة عسكرية إحنا والجماعة اللي كانوا ويانا ورحنا على حدود بولندو على حدود بولندو كان أكو سيم هذا سيم الجيش البيلاروسي هو بنفسه شالنا إياه وقالوا عبره إحنا كذا عوائل شنا مو بس إحنا واحدنا لأنه إحنا من رحنا على حدود بولندو قبل ما نعبر السيم كان أكو أكثر من مئة عائلة تقريبا عبره ويانا إحنا عبرنا الحدود المهرب عافنا على حدود بولندو أخذ إذا عش شباب شابوية عافنا إحنا تقريبا 16 أشخاص بالغابة إحنا من دلينا الطريق ما عرفنا شون نعبر الغابة لأنه هي الغابة حيل كبيرة فإحنا بقينا بالغابة وبعدين مشينا شوية كان أكو رادار حراري رادار حراري كمشنا إجا الجيش البولندي أخذنا مرة ثانية سعدنا سيارة عسكرية ودالنا الغابة الغابة ما بيهو لطير إحنا 16 أشخاص بقينا هناك ثاني يوم الصبح أخذنا الجيش البولاروسي مرة ثانية وصعدنا سيارة عسكرية ودانا على الحدود بقانا للليل هما ميجون بالنهار بالليل يأخذوك تقريبا بالوحدة هيش يصعدون سيارة ومرحنا على حدود البولندو مرة ثانية شفنا أكثر يعني كانوا هوايا كوعوائل يعني ثاني مرة من ثالث مرة العفو من عبرنا حدود البولندو تقريبا 200 أشخاص جنا عبرنا حدود وكم شونا الجيش البولندي مرة ثانية بقينا على الحدود سونا مظاهرة صغيرة كانت كدنا احنا ما نعبر يعني تفتحونا الطريق ريد نعبر روح لألمانيا كل ما كوا عبور متعبرون حدود بولندا ترجعون على منسك انتو تام خداعكم رجعنا على حدود وين ودونا جيش البولندي ودونا على حدود لتوانيا على حدود لتوانيا مشين أربع ساعات كمشونا الجيش البولوروسي الجيش البولوروسي ودونا صار ساعة وحدة بلا ساعة دونا سيارة عسكرية ودونا على بس لا تقولي لهذه المرة الجيش البولوروسي رجعكم على الحدود البولندية يا ريت كل مرة الشكل كان استاذ حسين الجيش البيلاروس يزيش سوا بنا احنا عوائل خلانا اجباري اجباري نعبر مي مي باردة تقريبا عمقه مترين يعني اجباري لازم تعبر واني قلت لاني عائلتي متقدر يعني بنت صغيرة كلش واني عندي فوبيا يعني بالمي قلت لما قدر اعبر قال انتي لازم تعبرين يعني قلت لما عبر زبني غزب يذبق بالمي لازم تعبر احنا من عبرنا المي قلت لاطفالي انتو وصيحوا الجيش البولندي احنا راح نموت لانه راح تنزل درجات حرارتنا وكلنا راح نموت في الحالة صحنا جيش البولندي والله العظيم قائد البولندي قاعد يبتي قاعد يبتي منشاف حالتنا احنا عوائل وطلعنا من المي كل الصعبة كانت حالتنا طيب سيدة افين ماذا قيل لكم من المهرب يعني هل وعدتم بانكم تصلون الى المكان كم المال الذي دفعتمه والحالة التي اوصلتكم الى هذا الحال يعني ما الذي قادكم الى ان تذهبوا الى هذه المخاطرة والمجاذف طبعا هو طبعا اكيد حالنا من حال جميع العراقيين الاكراد والعراقيين الحالة الاقتصادية اكيد بس ان احنا خدعنا ويا المهربين انا اول شي انادي اسمي اسم كل عراقية انه كل مهرب يتحاسب اول شي لانه هذا السير يعني هم صراحة لعبوا بارواح العالم خدعوهم هو مو متى وشوف استاذ حسين مو مثل ما هم رسموننا الطريق يعني هسا كلهم يقولون انه عادي يوم تبقى بحدود بيلاروسيا ثاني يوم حدود بولندا وثالث يوم تكونوا بألمانيا هو مو يتشي هذول المهربين لازم يتحاسبون قبل كل شي منتشرين بكثافة سيدة اربيل منتشرين بكثافة يعملون في الداخل العراقي في اربيل بكثافة بكثافة اي 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 انا هسا المهرب مالتي بزاخو اتفقت بيها انه اصل المانيا ياخذ بيتي انا وصلت وصلت العفو بيلاروسيا المهرب مالتي عافني غابت بولندا وراح واني قلت له هذا رح يعوف نهو قل المهرب انا رح اعوف العوائل بالغابة اتصل بي اتصل بي قال لي انا رح اعوف العوائل ما ااخذهم اعوفهم انا قلت له شون رح تعوفنا ما يصير تعوفنا احنا عوائل ما نندل طريقنا رجع طيب رح اعوفكم طيب احنا رجعنا نعم مسألة انه انه ياخذ بيتك يا سيدة افين يعني هؤلاء المهربون يفاوضون الناس يعني من لا يجد نقود من الممكن ان يعرض عليه المهرب ان تتنازل عن بيتك ان عن اشياء اخرى سيارة اراضي اراضي يعني سوق اي 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 سوق هو لازم اول شي هما يتحاسبون قبل كل شي لانه لانه هنا يتبدأ يعني هنا ينخضعون الناس يعني شوف استاذ حسين انا لعشته انا شفت حالات انتو جايش شوفون من خلال العدسة انما انا شفت من ورا العدسة شفت ناس شفت اطفال شباب يعني اطفال كان يجونا مرات شباب احنا العوائل كان ها شوية يعني رحمة الشباب كان مرات يجونا ساعة ثنتين بالليل انه جايين من طريق مي يعني والله يبتشون الشباب يقولون غزب غزب جيش البراروسي غزبك لازم 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 تعبر الحدود وما يخلوك ترجع المنسك بالنسبة ايلي انا بقيت خمسة عشر يوم على الحدود طيب الاكل الشروب النوم يا سيدة افين معك اطفال كيف كيف كنتم يعني تقضون هذه الليالي والله العظيم استاذ حسين انا يوم العبرت الحدود وخاصة يوم العبرنا المي الاكل مالدي كلها راح وحتى الاجهاز من النوم كلها راحا بقينا بدون اكل بدون اجهاز يعني صعبة حالة صعبة اشكرت اشرح لك ممكن ممثل انا يعني العشت الصراحة يعني عشت ايام يعني بعمري كل مريد اتذكرها صراحة يعني المعدرة سيدة افين يعني عندما يقول لك طفلك او ابنتك بانها جائعة يعني خمسة عشر يوم يعني او ما كيف كنتم يعني الامور تدبر صعب 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 كل الصعب اخر شي جيش البيلاروسي كان يجيب تدفعي لفلوس يجيب لك اكل منطقة الانتابية هو جي البيلاروسي كله كان يشتغل بفلوس يعني شون رجعت يعني جانا قائد ساعة سنتين بالليل قال شا سوون قلت لدي ترجع المنسك قال ليش ما تصعدين السيارة عسكرية تروح تضربين الحدود قلت لبنتي شوف بنتي رجلها فلوس ما تقدر تمشي رجل بنتي ورمت حيل ما قدر تمشي قال لي ترجعين على المنسك قلت لأي قال عندك فلوس قلت لأ عندي فلوس قال راوين الفلوس قال اوكي انا اخذك انتظرين في الساعة اخذك جاب سيارة عسكرية جيش البيلاروسي ساعدنا جيب العسكري والله العظيم جابنا للحدود انطيت 700 دولار طيب غالبية الناس سيدة افين نعم غالبية الناس الذين كانوا هناك يعني من العراق من سوريا من اي المناطق من عراق من سوريا من فلسطين من مصر من ليبيا من صومال يعني من اكثر شي دول عربية كانت موجودة هناك بس انا اشهد الصراحة انا اشهد هريم كردستان انه العالم الرجعت من الحدود هي مبس خسرت وتعبت نفسيا هي خسرت ماديا ونفسيا طيب اي شخص من راح الحدود ما تصور هالحدود هي شي يعني بهال الصراحة تواصل معك المهرب بعدها سيدة افين تواصل معك المهرب بعدها يبحث عن البيت عن عندي صوت استاذ حسين عندي صوت تجيل صوتي عندي صوتي انه هو دزلي بصمة صوت انا كانت على حدود بيلاروسيا قال لي رتعي على منسك دزتش على فنلندا بطريق سيارة قلت اوكي اجي اجيت على منسك اتصال بي قلت لي راح وديتش على فنلندا قال لي معك كي طريق موين منو قال لي جاك طريق على فنلندا تضربين الحدود مرة ثانية قلت لأنت شون اجاز بحياة اطفالي قال فلأ ايدا تطيني حق التكيتات مالت الطيارة وتخسرين بيتش في بيتي يعني في هالحالة خسرت طيب الحمد لله على سلامتك بيتي واخذ يعني ما بقيت طيب الحمد لله على سلامتك وعسى صوتك يصل للمسؤولين العراقيين ومسؤولي اقليم كردستان شغلة ثانية استاذ عشر ثواني استاذ حسين عشر ثواني آخر شغلة اتمنى اتمنى من السفارة العراقية منها رئيس هريم كردستان اكو هاي عوائل على الحدود تريد ترجع عندي اصواتهم ومسجلة عندي تريد ترجع وما تقدر ترجع من وراء انه جيش البيلاروسي ما يخلهم يرجعون فأتمنى انه يعني صوتهم وصوتي يوصل صراحة اذا هي مناشدة للمسؤولين في اقليم كردستان ان يرجعوا كل العراقيين الذين هم في الحدود بين بيلاروسيا وبولندا شكرا جزيلا لك شكرا على هذا الوقت الذي منحتنا اياه من اربيل افين حسين العيدة من الحدود البيلاروسية اشتركوا في القناة